بين نفي وتأكيد تفاعلت قضية إطلاع رئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية روسي سرغي لفروف على معلومات وأسرار استخباراتية سرية في خلال اجتماعهما في البيت الأبيض فنفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروف ادعاء مصادر ديبلوماسية قالت لواشنطن بوست إن لفروف تلقى هذه المعلومات من ترامب ووصفت القصة بالمفبركة الناتق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ألن من جانبه أن القضية من دون معنى ولا تستحق النفي أما البيت الأبيض فأكد أن اجتماع ترامب لفروف لم يناقش أي معلومات سرية استعرضات تهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية ومن بينها التهديدات المحضقة بالطيران ولم يجري في أي وقت من الأوقات التطرق إلى أساليب الاستخبارات ولا إلى مصادرها وخلافا لكل ما صدر من نفي روسي أمريكي دفع ترامب عن إطلاعه روسيا على معلومات مغريدا عبر تويتر قائلا أردت بصفتي رئيسا أن أتحدث إلى الروس وهو أمر لي فيه حق مطلق الحقائق تتعلق بالإرهاب وسلامة الرحلات الجوية كما أنني أريد أن تصاعد روسيا قوة قتالها ضد داعش والإرهاب ترجمة نانسي قنقر